موسيقى موسيقى زيكا جمع النهاردة في حلقة جديدة هنا على هوم سينما رجعنا نعمل فيديو جديد النهاردة حيكون فيديو ستيفل الرياكشن على هوم سينما التريلر اللي رحنا هنعمله الرياكشن النهاردة هو فيلم اسمه مالكوم اند ماري ده مفروض فيلم حينزل السنة دي في 2021 او بالاخص في فبراير 2021 وهو من الافلام اللي حتتعرض على ناتفليكس في شهر فبراير الفيلم ده من بطولة زندايا وجون دافيد واشنطن ومن كتابة واخراج سام ليمنستن ده اللي كان عام بصالحة معرفش الرجل ده معرفوش كاتبا ولا اخراجا عمري ما سمعت عنه بصراحة ده اللي كان عامل فيلم اسمه ده فيلم ليه كان لازرا ميلر كان نزل سنة 2011 تقريبا اااا لحد الوقت ما فيش غير زندايا وجون دافيد واشنطن انا بصراحة غريب قوي ان هو الفيلم هيتعرض الشهر الجاي وفي الكاسلس ما فيش غير الاتنين دول فانا مش فاهم او معظم الصور اللي انا شفتها على الموقع الرسمي بتاع ايم دي بي هو تقريبا الفيلم كله مفيش جون دافيد واشنطن وزندايا بس فغريب شوية الموضوع هو الفيلم كله تقريبا هيبقى عليهم هما الاتنين ولا لا ما عرفش لسه آآ بازن الله ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى آآ فيديو هو مش هيبقى ري اكشن قوي هيبقى ايه الكلام في الافلام آآ في ناتفليكس كانت منزلة فيديو يعني بالنسبة ليه الافلام اللي هتتعرض في الفين واحد وعشرين على ناتفليكس وفي تقريبا اكتر من ستين او اكتر من سبعين فيلم اللي هو يعني يا صباح الكمية اللي احنا حنيعملها اللي انا مش عارف هو فيه ايه بصراحة ناتفليكس دخلة بغباءة وده بأكلمكم كمان بس على ناتفليكس يعني ما جبتش مسلا سيرة هولو ما جبتش سيرة مسلا ما اجبتش سيرة سيرة ديزني بلس ما جبت سيرة ايه حاجة غير ناتفليكس فناتفيق ستقريبا هتعلمت على ستين سبعين فيلم حاجة زي كده آآ الفيديو نزل بتاع الافلام اللي هتتعرض على نتفليكس بس انا لسه ما تفرجتش عليه بس سمعت وقعدت قرن بارح آآ عن الموضوع ده آآ معرفش ازا كان حعمله كاستفلا او حعمله كايه الكلام في الافلام احتمال كبير حيبقى ايه الكلام في الافلام يعني آآ بس آآ كان فيه شوية افلام كنت مفروض اتفرج عليها كانت افلام نازل سنة الفين وعشرين بس انا مع الاسف ما تفرجتش عليها كلها وانا عملت ريفيو لايه اكتر الافلام اللي هي آآ تعتبر اكتر الافلام اللي كانت حلوة وايه اكتر الافلام اللي كانت وحشة في سنة عشرين عشرين آآ ادقيتي جدا لان كان فيه افلام مستخبية زي ما بيقولوا انا بصراحة ما كنتش عارف انا اي حاجة فالموضوع ده بجد دقيقني جدا لان آآ حسيت ان فيه افلام كتير انا جدا انا ظلمتها على رغم ان انا ممكن لسه ما تفرجتش عليهم انا اتفرجت على فيلم واحد بس من الافلام اللي انا كنت عزل متفرجت عليها وان شاء الله بいزن الله هنزله هيبقى ممكن يكون بعد الفيديو ده او الفيديو بعد او بعد الفيديو ده يعني بعد الفيديو ده او فديو بعد الفيديو بتاع نتفلكس اه الفيلم اللي انا اzetفرجت عليها ده هو كان فيلم متعريز احمد وفيلم كان حلو جدا وان شاء الله بإزن الله هعمله هوريفيو. اه بالنسبة للافلام التانية مع الاسف لسه متفرجتش عليها. وعندي كومة افلام والله بصو هو كتابة حتى جنبي هنا سانية واحدة هوريكو كتبها في ورقة وحاطتها نقطة كمان عشان اهو بصوا بصوا كمية الافلام اللي انا كتبها عندي عشان اعرف اتفرج عليها واعمل لها لان انا بصراحة عايز اتفرج عليها لان احس ان في افلام كتيرة جدا انا ظلمتها في سنة عشرين وعشرين ومع الاسف ما اتفرجتش عليها وانا متأكد من يوم في المية ان الاسكر بتاع السنة دي مش هيطلع من الافلام اللي انا كتبها دي وان شاء الله اقرب فرصة على قد ما اقدر بصراحة هتفرج عليها وهعمل لها ريفيو قادرت اعمل لها ريفيو هعمل لها ما اقدرش اعمل لها ريفيو بقى خلاص يعني مع الاسف فحشوف لسه يعني زي ما بيقوله هتفرج وان شاء الله هشوف موضوع الريفيو ده هعمل له ولا لأ لان بصراحة الافلام كتيرة جدا احنا بنتكلم اكتر من تلاتين فيلم على فكرة او اكتر من عشرين تلاتين فيلم بجد بدون مبالغة يعني. اسف جدا طبعا لو طولت عليكم في اه شوقات الكلام اللي انا كنت عايز اقوله في الاول بس انا كنت لازم اقوله. اه دلوقتي هنتفرج طبعا على التريلر بتاع فيلم مالكم ان ماري انا شاشة هنا قدامي فحتفرج هنا مش مش ببص عبيت انا يعني مش ببص كده وخلاص. اه هنتفرج على بتاع فيلم مالكم ان ماري لأول مرة هنا على هوم سينما يلا بينا لأول مرة. وتعيش being the most inociest women I've ever met in my entire life. انا بثي عمر الرب. انا ف estimated ما او و خلال بنő أنت نعيد ذلك أنا أحبك سعيدك لأنني موجودة لأنني أحبك أحبك لأنني أحبك لأنني أحبك لأنني أحبك أتنى فعلا يا جماعة آآ بصوا هو غريب قوي. انا عشان اكون صريح معاكم انا شبه ما فهمتش اي حاجة من ما فهمتش اي حاجة من يعني هي قصة حب يعني ولا اي انا مش ادري افهمها. انا اكتر كلمة شدتني في كله يعني يعني بصراحة فشيخ يعني يعني بصوا حقولك على حاجة هو الفيلم ده مش عارف هو الفيلم ده يعني ليه علاقة بالبعد النفسي مسلا حاجة مش عارف او يعني هو التقريب حيركز اكتر على علاقتهم ببعض في تقريبا هو ده شكله هو ده حصل في ايام يعني ايام زفت بتاع السنة اللي فاتت ده ولا ايه ومش فاهم. وغريب قوي ان الفيلم كله اه اتنين بس الفيلم كله جون ديفيد واشنطن وزندايا بس اللي في الفيلم في هذا اشي برضو غريب جدا بصوا عليكم على حاجة هو من نوعات الافلام اللي مش اه مش لاي حد ممكن في ناس كتيرة جدا اه ناس كتيرة جدا ممكن تملي من نوعات الافلام دي بس انا شايف من وجهة نظري الفيلم ده مش هيبقى وحش ولا هيبقى حلو هيبقى في النص وعندي احساس بصراحة يعني يعني عندي احساس يعني انه حيطلع حلو ما عرفش ليه وبصراحة لحد دلوقتي ده اكتر شدني في الفين واحد وعشرين ما شفتش تريلرز اوي في الفين واحد وعشرين عشان اكون صريح بس ده لحد دلوقتي ده تريلر ده تريلر الوحيد اللي حد دلوقتي في الفين واحد وعشرين هو بيبشر خير ان في فيلم حلو جاي عجبتني برضو فكرة الابيض ويسود كمان اللي هم عاملينها في الفيلم تفتكروا في الفيلم ده ممكن يترشح اوسكار مش عارف حاسه مش عارف غريب شوية لو ترشح اوسكار يعني برضو غريب شوية بس انا عجبني زندايا وجون دافيد واشنطن انا عجبني يعني عجبني الكيميا اللي ممكن تجمعهم في الفيلم يعني اه مش عارف اتمنى ان هو يبقى حلو هو احنا قلنا هيتعرض في فبراير الشهر الجاعة على منصة ناتفليكس اه نسبة ترقبي للفيلم ممكن تكون سبعة من عشرة مش اكتر من كده بس بصراحة ما عنديش احاجة تانية اقولها عن فيلم اه مالكوم ان ماري اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وان شاء الله شكووا فيديوات تانية قريب تسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم تسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هومالون هسيبلوكو اللينك بتاعها في الديسكريبشن ولو حابين تعملولي فالو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيبلوكو اشتركوا في الديسكريبشن وبيبي